هذا وتنفذ الحكومة المصرية خطة طموحة للحفاظ على البيئة من خلال محوري الماء والهواء يأتي ذلك من خلال عدة استراتيجيات لحماية النيل وتطوير المسطحات المائية المختلفة بالإضافة لستراتيجيات شاملة لمكافحة الانبعاثات الصناعية الضارة بالبيئة ومكافحة عوادم السيارات خطة طموحة تنفذها الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة من خلال محوري الماء والهواء فبالنسبة لمحور المياه تكسف الدولة من جهودها لحماية نهر النيل من الملوسات والتعديات على حد سوى وقد نجحت الدولة في إيقاف الصرف الصناعي الملوس لنهر النيل عبر توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الملوسة للمجرى النهري أو عن طريق غلق مخارج الصرف كما تم القيام بالعديد من الجهود للحد من التلوث الناتج عن العائمات النهرية من أهمها إنشاء مراس ووحدات لاستقبال المخلفات السائلة على مجرى نهر النيل وتنفز أجهزة الدولة المختلفة حملات مكسفة لإزالة التعديات على نهر النيل تقوم بها وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى المحافظات أيضا تتبنى الدولة استراتيجية شاملة لتطوير المساطحات المائية المختلفة مثل البحيرات العذبة وفي هذا الإطار أصدر رئيس عبدالفتاح السيسي قانون حماية وتنمية البحيرات التي تعرضت لإهمال جسيم على مدار العقود الماضية أدى إلى تدهور أوضاعها وتحاول الدولة من خلال التعامل مع ملف البحيرات القضاء على التلوث الكبير في مياه هذه البحيرات ووقف الملوسات الصناعية التي تصب فيها بما يسهم في تحسين بيئة هذه المساطحات وزيادة الإنتاج السماكي منها وتعد بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات التي تتولى الدولة تطويرها حاليا بالتوازي مع جهود أخرى لتطوير بحيرات إدكو والبرولوس ومريوت هناك أيضا مشروعات أخرى مثل تبطين الترع والمجار المائية التي تقوم بها وزارة الري حاليا ومشروع حماية الشواطئ للحد من تأثيرات التغير المناخي أما بالنسبة لمحور الهواء فتتبنى الدولة ممثلة في وزارة البيئة استراتيجية شاملة لمكافحة الانبعاسات الصناعية الضارة بالبيئة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كما تتبنى الدولة استراتيجية لمكافحة عوادم المركبات وهناك عدة مشروعات في هذا الإطار مثل مشروع استبدال السيارات التكسي القديمة بالقاهرة الكبرى بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي وبرنامج فحص عادم المركبات بأوحدات المرور وبرنامج فحص عادم المركبات على الطرق بالإضافة إلى برنامج فحص أوتوبيسات هيئة النقل العام وبرنامج حماية البيئة من تلوسات انبعاسات الدراجات البخارية مصر تواجه تحديات تغير المناخ العالمي وأصاره على التنمية المستدامة بروح المسؤولية مع اتخاذ تدابير فعالة وواقية وصياغة الاستراتيجيات والمبادرات وعمل التوعية اللازمة لحماية الأجيال في المستقبل من خطر التغيرات المناخية